تعالوا أقولكوا كواليس القعبة كواليس الجلسة إيه اللي حصل؟ مش موجودة معي طيب أنا أقولكوا أستاذ خالد درندلي الأستاذ إيهاب الكومي والأستاذ محمد أبل وفا هما أو هم أكثر أو أبرز المعترضين على أداء كلاتنبرج في لجنة الحكام وهم اللي طلبوا عقد هذه الجلسة الطريقة والعاجلة معك لاتنبرج اليوم رغم أنه وصل بس مبارح من أجازة الكريسماس وده بسبب قصرة شكاوى الأندية من أخطاء التحكيم كمان هناك بعض الوقائع اللي بيستند إليها المجلس في جلسة المصارحة اللي كانت معك لاتنبرج النهاردة مثل تعيين نفس الحكم في مباراتين متتاليتين لفريق النصر بالقسم الثاني بجانب أخطاء الحكام في مباريات الدوري الممتاز تحديداً هدف مبارات الداخلية والزمالك كلموا عن هذا الأمر كثيراً اليوم كلموا كمان أو كلاتنبرج بقى لكم تريد أن أقول لحضراتكم بالنسبة للتعاينات تعاينات الحكام كلاتنبرج قال أنه مش هو المسؤول الأول عن التعاينات بقدر تركيزه على الجانب الفني لتطوير الحكام عشان كده زي ما قلت لكم المجلس قرر تعيين الكابتن محمد فاروق في اللجنة كنائب لرئيس اللجنة في الفترة القادمة ده من الكواليس كواليس الاجتماع النهاردة كابتن فاروق زي ما قلت لكم خلاص هيبقى النائب نائب رئيس اللجنة وده الوضع دي الحكاية دي الحكاية بالنسبة لاجتماع كلاتنبرج النهاردة مع اتحاد المصري لكرة القدم عايزين رأيي بلاش رأي عايزين توقعي الحكاية دي مش هتكمل على خير مش هتكمل عارف انت اللي هو ايه في اتحاد الكرة مش مبسوطين من كلاتنبرج ده قولا واحدا صريحا واضحا مش مبسوطين من كلاتنبرج مش مبسوطين من اجازات كتيرة مش مبسوطين انه الراجل يعني ما عملش زي المعلومات هو ما شايفين انه هو ما عملش اختلاف كبير عن اللي قابليه ما عملش حاجة جديدة واضافة احنا بس فكرة احنا دينا واحد اجنبي بدل واحد مصري بس ايه الاجنبي اضاف هو بصراحة شديدة عشان يبقى امين انا من اكتر الناس وحتى هذه اللحظة بالمراسبة المناصرين لفكرة انه كلاتنبرج يكمل تجربته جدا احنا ما استفدناش من اللي قابليه وكانت المشاكل كبيرة وعظيمة واضحة وكلاتنبرج عشان برضو نبقى اكثر امانة هو مستلم مراس في منتهى الصعوب لجنة التحكيم اسرة التحكيم زي ما بيطلقوا عليها كده مليان عوار ومشاكل وازمات متوقمة لسنوات عشان نطلب من كلاتنبرج السحر زي ما بنطلب بالزبط من المدير الفني اجنبي انه ييجي مثلا على فريق مهالهل او منتخم مهالهل ونيجي نقول له ايه لا اكسمنا كاس العالم مفيش الكلام ده عشان هو اجنبي مفيش كل صمت بقىش كده بس برضو نفس اللي بنقوله على المدرب الاجنبي اديني بقى امارات يعني اديني امارات اطلع اقول اجماعة كلاتنبرجي هيفرق معنا جدا اجماعة كلاتنبرجي ده في المستقبل هيبقى مؤثر بس دوله فرصة يعني برضو محتاجين الامارات دي عشان ندعم الفكر ندعمها ونسندها ونقف قدام اللي بيحاول يقف قدامها بس امارات بس الحال الوقتي بصراحة شديدة الاخطاء هي هي عددها هي هي مفيش فعلا حكام بوجوه جديدة ظهرت وكسرت الدنيا يعني قالت ان حكام يعني ينفعوا يبقوا للمستقبل حاجة عظيمة مفيش مفيش حاجة واضحة لا للاندية ولا للجماهير تقول انه في تغيير كده كده هيفضل اعتراضات الاندية على التحكيم موجودة هتفضل اعتراضات الجماهير اكيد موجودة على التحكيم اكيد ده بيحصل في العالم كله هيفضل يحصل لحد ما يخله الحكم الحكم البنيادم ده مش موجود ويشتغله الكتروني هيفضل فيه فيه اعتراضات على حكم حكم ملوش جماهرية واي فريق بيخسر اول حاجة بتيجي في باله اما كان لها رمي التماس كده كده فيه مبرر هو الحكم فكده كده هيفضل الموضوع مكرر بس نقلل الأخطاء نقللها ونشوف سبل التطوير عشان تبقى الأمور افضل الفترة اللي جاية